بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي ونواصل شرح مادة اللغة العربية واليوم نلتقي مع شرح هذا النص المعلوماتي بعنوان الصحة البدنية والعقلية الصحة البدنية والصحة العقلية في عالم الألعاب الإلكترونية نواصل شرح هذا الموضوع الثالث وهو بعنوان أيضا الألعاب الإلكترونية تابع معي هذا الشرح وسوف نقوم في النهاية بيعني ذكر المعاني المفردات كاملة وأسئلة شاملة على هذا الدرس في الفيديو القادم بإذن الله نقوم بحل التدريبات أيضا كاملة على هذا الدرس قبل البداية اشترك في القناة قناة رائع المعرفة التعليمية كذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو أولا فكر تأمل الصورة التي أمامك جيدا ثم أجب عن السؤال التالي هذه الصور طبعا لألعاب يعني إلكترونية يقول هل الألعاب الإلكترونية تكون للمتعة والتسلية فقط؟ وضح إجابتك سواء كانت بنعم أم لا طبعا هذا هو موضوع الدرس سوف نتعرف على هذا الشيء جيدا وتفهم الإجابة كاملة ولكن يمكن أن نقول باختصار أن الألعاب الإلكترونية لها مميزات ولا عيوب لها إيجابيات وسلبيات طبعا لأنها يعني تحسن مهارات الإنسان العقلية ولها لكن لها عدة مخاطر سوف نتعرف عليها تابع معي تعد الألعاب طبعا يعني تعتبر تعد الألعاب الإلكترونية شكلا شائعا يعني منتشرا وذائعا شكلا شائعا للترفيه والتسلية يعني الناس بلعبوا هذه الألعاب الإلكترونية على الهاتف أو على الجهاز الكمبيوتر وهكذا من أجل الترفيه من أجل التسلية والمتعة لكثير من الأشخاص بجميع أنحاء العالم وقد تتنوع وتختلف هذه الألعاب في أنواعها وكذلك في أساليب اللعب أساليب بمعنى طرق إبه إذن هذه الألعاب ليست على شكل واحد ولكن لها أنواع وأساليب لألعاب مختلفة ومن بينها الألعاب الحركية إبه هذه بعض الأنواع للألعاب الإلكترونية منها الألعاب الحركية فيها حركة وألعاب القتال كذلك ألعاب الألغاز وغيرها إبه هناك عدة أنواع مختلفة لهذه الألعاب تحظى الألعاب الإلكترونية تحظى بمعنى يعني تنال هذه الألعاب الإلكترونية أو يعني تحصل على أو تتميز بعدة مزايا فهي توفر ما هذه المميزات أو الإيجابيات لهذه الألعاب أنها أولا توفر وسيلة ممتعة للترفيه والاسترخاء يعني من أجل كما كنا التسليه والترفيه والمتعة والاسترخاء بمعنى الراح أيضا من المميزات أنها تساعد في تحسين المهارات العقلية تحسين مهارات الإنسان العقلية كالتركيز واتخاذ القرارات السريعة يعني هذه بعض المميزات للألعاب تخليه يركز أو أنه يتخذ قرارات سريعة لكن هذه المميزات لم تمنع تأثيرها السلبي كما كنا لها إيجابيات ولكن لها سلبيات خاصة على الأطفال والشباب يعني هذه المرحلة العمرية فلهذه الألعاب مخاطر عديدة نتعرف عليها الآن سؤال أكمل تعد الألعاب الإلكترونية شكلا شائعا لماذا للترفيه والتسليه وضح مزايا الألعاب الإلكترونية التي وردت بالفكرة كلنا من مزاياها أنها توفر وسيلة ممتعة للترفيه والاسترخاء كذلك تساعد في تحسين المهارات العقلية مثل التركيز واتخاذ القرارات السريعة إذن للألعاب الإلكترونية مخاطر عديدة أولا المشكلات الصحية يعني تسبب بعض المشاكل وبعض المخاطر على الصحة كيف ذلك؟ فقضاء وقت طويل في ممارسة ومزاولة وأداء هذه الألعاب يسبب أضرارا بدنية أضرار بدنية يعني جسدية وجسمية طبعا يسبب يعني يؤدي إلى إذا قضيت وقتا طويلا في هذه الألعاب تؤدي بك إلى أضرار في الجسد في الجسم أضرار بدنية بالغة بالغة يعني شديدة قوية بطرائق مختلفة يعني هذه الأضرار تكون لها عدة طرائق وأشكال مختلفة فقد تؤثر على النمو البدني والمعرفي بتأثر على نمو الإنسان وتطوره من البدني ممكن تأثر على بدن وعلى جسم وكذلك على المعرفة المعرفة التي لديه كما قلنا المهارات العقلية وزيادة فرص الإصابة بالسمنة السمنة البدانة يعني طيب من كسرة طبعا الجلوس يعني إذن تؤدي إلى الإصابة بالسمنة وكذلك إضعاف العضلات والمفاصل بسبب ماذا؟ بسبب الإجهاد المفرط لأن بيكون فيها إجهاد وفيها تعب مفرط يعني زائد وتشير دراسات متعددة تشير بمعنى توضح توضح هذه الدراسات إلى أنه يمكن أن يمكن لهذه الألعاب يعني أن تضعف البصراء أيضا لماذا لأنه طبعا بينظر إلى هذه الشاشات بشكل دائم فتضعف من بصري إذن هذه بعض المخاطر الصحية أولا هناك أضرار بدنية فبتأثر على النمو البدني والمعرفي كذلك بتأدي للإصابة بالسمنة في الغالب وإضعاف العضلات والمفاصل بتبقى ضعيفة بسبب الإجهاد كذلك قد تؤدي إلى ضعف البصر كذلك من المخاطر في هذه الألعاب هناك مشكلات في الدراسة مشكلات في الدراسة وقلة التركيز حيث تتناقض المتعة تتناقض يعني تتعارض المتعة التي توفرها ألعاب الفيديو بشكل صارخ وبشكل شديد مع ماذا تتعارض وتتناقض مع مع يوم عادي بالمدرسة هذه المتعة التي توفرها الألعاب تتعارض مع اليوم الدراسي قلنا أنها توفر متعة وتسليه كما كنا في البداية وتوفر يعني الترفيه ولكن هذا يتعارض مع الدراسة كيف ذلك؟ فقد يتسبب هذا في تفضيل الأطفال هذه الألعاب على أي شيء آخر طبعا الألعاب فيها ما كنا الألعاب الفيديو أو الألعاب الإلكترونية فيها متعة وتسليه وطرفية وبالتالي هذا يؤثر على الأشياء الأخرى وهو ما يدفعهم إلى عدم الالتفات للعمل المدرسي عدم الالتفات وعدم الانتباه للأعمال المدرسية والواجبات المدرسية والمذاكرة وهكذا والتركيز حتى ولو خارج المدرسة يعني ليس التأثير السلبي يكون في المدرسة فقط ولكن خارج المدرسة أيضا يمكنهم تخطي واجباتهم المدرسية تخطي الواجبات بمعنى تجاوزها يعني عدم فعل الواجبات أو الدراسة للاختبارات ما تأثر عليه أنه هو يذاكر عشان يستعد للاختبارات والامتحانات وكذلك اختيار ألعاب الفيديو بدلا من ذلك بيفضل ألعاب الفيديو هذه والألعاب الإلكترونية بيفضلها على أنه يؤدي الواجب أو أنه يدرس من أجل الاختبارات والامتحانات وبالتالي هذا سيؤدي إلى ضعف الأداء الأداء بتاعه طبعا هيبقى ضعيف وبالتالي الدرجات التي سيحصل عليها في الدراسة ستكون ضعيفة اذكر بعض الأضرار البدنية ذكرناها ومنها أنها تؤثر على النمو البدني وكذلك المعرفية وكذلك قد تؤدي إلى الإصابة بالسمنة وإضعاف العضلات والمفاصل وكذلك قد تؤدي إلى ضعف البصر ومن مخاطرها أيضا التعرض لقيم غير سليمة قيم ومبادئ ويعني أشياء ولكنها غير سليمة غير صحيحة كيف ذلك؟ هذه الألعاب تحتوي على عنف مفرط عنف شديد هذه الألعاب خصوص الألعاب القتالية وهكذا وتحتوي أيضا على ألفاظ نابية الألفاظ نابية الألفاظ القبيحة لص شتائم وسب وشتم في هذه موجودة في هذه الألعاب طيب خصوص الألعاب التي يأتي لعب عليها للإنترنت كذلك هناك عنصرية عنصرية في هذه الألعاب طبعا المراد يعني متعصبة والتعصب للعنصر والجنس وهكذا كلمة عنصرية هي التفرقة بين الناس على أساس أصولهم وألوانهم أو أديانهم بنميز ناس على ناس عشان أصله أو لونه مختلف أو ديانته مختلفة إبقى هذا طبعا شيء مرفوض إبقى إذن في هذه الألعاب نجد عنف مفرط وكذلك نجد ألفاظ نابية وقبيحة وكذلك نجد العنصرية فإذن تتعرض في هذه الألعاب لقيم غير سليمة يتعرض لها الشخص الذي يكون بلعب هذه الأشياء كذلك الأشياء الأخرى التي لا يمكن للطفل تصورها يعني تخيلها فبالتالي يطبقها بعد ذلك من خلال معرفته من الألعاب فبتعرف على هذه القيم غير السليمة العنف هتلاقيه عنيف في طباعه هذا الشخص أو يعني بتحدث بألفاظ قبيحة أو بالعنصرية تجد كل هذا في حياته وبيطبقها لأنه تعرف عليها من الألعاب إبقى إذن هذا تأثير سلبي كذلك من مشاكل الألعاب الانفصال الاجتماعي اللي هو يسمى العزلة الاجتماعية يتلقى منعزل اجتماعيا عن الآخرين بيعد لوحده يعني مش عايز يختلط به الآخرين إن كثرة استخدام الألعاب الإلكترونية هذه يجعل مستخدمها بعد ذلك غير قادرين على إدارة وتبادل الحوار أي حوار مع الناس مش عايز يتقل فيه أي حوار ولا نقاش وهو ما يشعرهم بالملل طبعا يعني سوف يشعر بالوحدة وبالتالي يشعر بالملل في النهاية فيكفون عن الحوار والمحادثات مع الآخرين يكفون بمعنى يمتنعون أو يتوقفون عن الحوارات والدخول يعني في التناقش مع الآخرين فتزداد فرص كل شيء بيؤدي ليه شيء بعده فتزداد فرص الإصابة بالطراب الطراب هنا يعني عدم الانتظام الشيء المضطرب اللي هو غير منتظم فتزداد فرص الإصابة بالطراب يسمى الطراب للتكيف التكيف هو التلائم مع البيئة يعني تلاقيه غير متلائم وغير متكيف مع الآخرين مع الناس كذلك يصاب الاكتئاب وهو الحزن الشديد وكذلك القلق والتوتر بإذن قد يصاب هذا الشخص بهذه الأمراض في حياتهم العملية وكذلك حياتهم الشخصية كذلك من هذه الأضرار السلوك العدواني السلوك العدواني وقد تحدثنا منذ قليل عن أن هذه الألعاب تحتوي على عنف مفرط فيطبق هذا العنف في حياته إذن قد يؤثر المحتوى العنيف في ألعاب الفيديو أو ألعاب الإلكترونية على سلوكيات وتصرفات الأطفال الذين يمارسون هذه الألعاب يتعلموا العنف في هذه الألعاب وبالتالي يطبقوا ويمارسوا في حياته حيث يرجع أعالهم يميلون إلى العنف في علاقتهم والعنف طبعا هو الشدة هو القسوة في علاقتهم مع الآخرين عند الاختلاف في وجهات النظر لما يجي يدخل فيه اختلاف مع الآخرين وده طبعا وارد أننا نكون مختلفين مع الناس ويكونوا مختلفين معنا مش شرط أن نفس الرأي يكون طبعا واحد فبالتالي هو لا يرضى بذلك فيكون عنيف ويعني قاسي مع الآخرين كذلك من مشكلات هو من مخاطر هذه الألعاب ضياع المال ضياع المال بعض الألعاب الإلكترونية قد تكون مكلفة مكلفة يعني غالية الثمن ممكن يشتريها أو يشتري فيها طبعا بيعني تكلف مبالغ غالية كذلك حيث يطلب من اللاعبين كيف ذلك وبيشرح طبعا كلمة مكلفة ازاي قد يطلب من اللاعبين شراء العناصر داخل اللعبة محتاج أنك تشتري بعض الأشياء اللي جو اللعبة تشتريها طبعا ببهزة للسمن طيب أو الاشتراكات الشهرية نوع بيشترك شهريا عشان هذه اللعبة أو بيشترك شهريا بيدفع مثلا أنت شهريا فبالتالي هذه الألعاب قد تكون مكلفة وعندما تصبح ممارسة هذه الألعاب أهم ما في حياتي الطفل فهذا قد يعني أنه قد وصل لمرحلة إدمانها إدمان يعني ممارسة الشيء باستمرار دون توقف فبالتالي هو يجعل هذه الألعاب أهم من أي شيء آخر وهذا وفق وصف منظمة الصحة العالمية للشخص الذي يدمن هذه الألعاب وصفوه بأنه يعاني اضطرابا في صحته العقلية بإذن يصاب في صحته العقلية غير صحيح عقليا إذا وصل لهذه المرحلة مرحلة الإدمان وبالتالي لا يستطيع التركيز لا يستطيع يعني الحكم على الأشياء حكما صحيحا لا يستطيع حل المشكلة بطريقة صحيحة وهكذا تؤثر في صحته العقلية طبعا كان هذا الوصف لمنظمة الصحة العالمية في النسخة الحاديثة عشرة من هذا التصنيف هنا سؤال من آثار ممارسة الألعاب الإلكترونية التعرض لقيم غير سليمة ذكرنا ذلك أنها تحتوي على عنف المفرط وألفاظ نابية وقبيحة وعلى العنصرية فبالتالي بتأثر على التفل في حياة العملي بما وصفت منظمة الصحة العالمية المدمن للألعاب الإلكترونية وصفته بأنه يعاني اضطرابا يعاني طبعا يعني يقاسي لا يقاسي هذا الاضطراب في صحته العقلية وأخيرا لكي نحافظ على صحتنا الجسدية والعقلية علينا أن نخصص وقتا يعني نحدد وقتا منتظما بانتظام لممارسة النشاط البدني لابد ممارسة النشاط أنشطة الرياضية البدنية والحصول على قسط كاف يعني على قدر أو مقدار كاف من الراحة والنوم فضلا عن ذلك يجب أن نتذكر أن الوقت كنا لابد أن نخصص وقتا طيب نتذكر أن الوقت هو أحد أثما وأغلى الموارد التي نمتلكها من أغلى الأشياء والأصول التي تمتلكها هو وقتك حافظ علي يجب أن نستثمره نستثمر بمعنى نستغل أو نغتنم أوقاتنا بذكاء وبشكل مفيد وكذلك علينا أن نوازن نوازن بمعنى هنا يعني نعتدل أو نعادل أو نساوي لأس نوازن بين اللعب وبين الالتزامات الأخرى في حياتنا يعني لا نجعل شيء يؤثر على شيء فقد تكون الألعاب الإلكترونية مسلية ومسيرة كما كلنا تكون للمتعة والتسلية وكذلك للطرفيه ولكن علينا تجنب يعني الابتعاد عن أن نصبح مدمنين مدمنين الإدماء اللي هو ممارسة الشيء يعني باستمرار دون توقف أن نصبح مدمنين ونفقد السيطرة على الوقت اللي هو التحكم ما نقدرش نتحكم في وقتنا ولا ندير الوقت فوقتنا وصحتنا أمانة الله عز وجل أعطانا هذا الوقت والصحة أمانة فلنحافظ عليها كذلك الوقت طبعا لا يمكن تجديده مشين فعند انت تجدر الوقت الوقت إذا ذهب فلن يعود مرة أخرى يجب عليك أن تضع جدول زمني لتحديد الأوقات أوقات الدراسة أوقات الروحة والنوم أوقات الأنشطة البدنية والاجتماعية وأوقات اللعب وهكذا إذن ماذا نفعل الحفاظ على صحتنا الجسدية من خلال كل هذه الأشياء التي كناها محدد وقت طبعا للنشاط البدني ووقت محدد للنوم والراحة والموازنة بين جميع الجوانب في حياتنا ونصل الآن إلى هذه المعاني المهمة معاني مهمة جدا كلمة شائعا يعني ذائعا أو منتشرا شيء ذائع بمعنى منتشر كذلك كلمة تحظى تحظى يعني تنال أو تحصل على يسبب يسبب كذا يعني يؤدي إلى بالغة هذا بالغة الخطورة يعني شديدة أو قوية الإجهاد هو تعب المفرط الزائد لكن الإجهاد المفرط يعني التعب الزائد الشديد تشير الدراسات يعني توضح تتناقض بمعنى تتعارض الانتفات هو الانتباه كلمة تخطن تخطن يعني تجاوز طبعا في حالة كتابة هذه الكلمة بدون أل بدون أل أو بدون الإضافة بدون أل أو بدون الإضافة في هذه الحالة لا نكتب الياء أما إذا جاء بعدها ما سمضح إليه تخطي واجباتهم نكتب الياء أو إذا كنا التخطي فتكتب الياء المهم هذه الكلمة معناها التجاوز كلمة نابية ألفاظ نابية يعني قبيحة تصورها تخيلها تخيلها الانفصال هو لنعزال يكفون يمتنعون ويتوقفون اضطراب للقراب وعدم الانتظام العنف الشدة والقسوة مكلفة هذه الألعاب مكلفة يعني غالية الثمن إدمان بمعنى ممارسة الشيء دون توقف باستمرار يعاني يقاسي نخصصه يعني نحدد ونعين قسط يعني قدر أو مقدار من الوقت أثمن يعني أغلى وأنفس كلمة أنفس يعني أغلى الشيء النفيس اللي هو الغالي نستثمر بمعنى نستغل أو نغتنم نوازن بمعنى نساوي ونعادل المراد يعني إحنا نعتدل في الحياة كلمة نوازن فعل مضارع ونستثمر ونخصص يعاني كلمة يكفون كذلك كلمة تتناقض كلمة تشير يسبب كلمة تحظى كل هذه أفعال مضارعة لم يأتي هنا أي فعل أي ماضي أفعال مضارعة تدل على التجدد ولا يستمر وغير حدث ما زال يحدث الكلمة ومضادها كلمة شائع يعني نادر شائعا نادرا طبعا في حال تبنون بالفتح بنضع أي ألف كالعادة طيب كلمة تحظى يعني مضاد تفقد بيزا شائع عكسها طبعا نادر كلمة تحظى عكسها تفقد تمنع تسمح تمنع عكسها تسمح أو تمنح تمنح الإذن يعني بالغ المضاد ضعيفة الإجهاد الراحة كلمة المفرط عكسها المعتدل أو المتوسط طبعا هذه العلامة تدل أن هذه الكلمات موجودة طبعا في الكتاب المدرسي في كتاب الوزارة كلمة تتناقض المضاد تتوافق أو تتفقد التعرض المضاد لابتعاد بتعرض للشيء يعني بعمله أو بتقرب منه باقترب منه إبا إذن المضاد لابتعاد نابية ألفوز نابية قبيحة هبا المضاد حسنة يكفون يستمرون عكس يكفون ويمتنعون عن الشيء يستمرون فيه اضطراب المضاد انتظام وثبات واستقرار العنف المضاد اللين والسماحة كلمة مكلفة المضاد رخيصة أو موفرة طيب كلمة نحافظ المضاد نهمل ونضيع نمتلك المضاد نفقد تعالوا بنا إلى المفردي والجمع كلمة وسيلة جموها وسائل والهمزة طبعا على نبرة إنها مكسورة مرحلة مراحل النشاط الأنشطة منظمة منظمات منظمة الصحة العالمية قسط أقصات وقت أوقات طبعا تاء مفتوحة وهنا تاء أيضا مفتوحة الجمع ومفرد أنحاء نحو أنحاء نحو طبعا هذا تنوينه بالضم أساليب أسلوب مزايا مزية هكذا مزايا مزية للمميزات يعني أضرار ضرر قيم قيمة هنا تاء مفتوحة علاقات والمفرد علاقة عناصر عنصر موارد مورد مدمنين مدمنين مدمن نصل الآن إلى ملخص مهم جدا ملخص على الدرس يذكرك بكل ما ذكرناه سريعا في سؤال وجواب ما مزايا أو ما مميزات الألعاب الإلكترونية طبعا هي وسيلة ممتعة للطرفيه والتسليه والاسترخاء تساعد في تحسين المهارات العقلية كالتركيز واتخاذ القرارات السريعة ما الأضرار البدنية الأضرار الجسدية التي يسببها قضاء والوقت الطويل أمام الألعاب الإلكترونية ألعاب الفيديو أولا التأثير على النمو البدني والمعرفي كذلك زيادة فرص الإصابة بالسمنة البدانة إضعاف العضلات والمفاصل بسبب الإجهاد المفرط يعني التعب الزائد إضعاف البصر ما علاقة ممارسة الألعاب الإلكترونية بالدراسة وقلة التركيز تتسبب الألعاب الإلكترونية في عدم التفات الطلاب إلى العمل الدراسي عدم الالتفات عدم الانتباه والاهتمام بالعمل المدرسي مطلوب منهم وتجعلهم يتخطون واجباتهم المدرسي يعني مش بيعمدوه ولا يستعدون للاختبارات فيضعف أداؤهم من عيوب الألعاب الإلكترونية التعرض لقيم غير سليمة الألعاب الإلكترونية تحتوي على عنف مفرط زائد وألفاظ قبيحة نابية وكذلك العنصرية وأشياء أخرى يطبقها الطفل في حياته بسبب ممارسة لتلك الألعاب السؤال الخامس ماذا يحدث لمن يصابون بالانفصال الاجتماعي والعزلة الاجتماعية بسبب ممارسة الألعاب الإلكترونية يكونون غير قادرين على إدارة وتبادل الحوار والمحادثات مع الآخرين فيكفون عنه يمتنعون ويصابون بالطراب التكيف التلاؤم مع الآخرين والاكتئاب والقلق والتوتر في حياتهم العملية والشخصية كيف تشجع الألعاب الإلكترونية على السلوك العدواني العدوان في السلوك المحتوى طبعا العنيف في الألعاب الإلكترونية يجعل الأشخاص يميلون إلى العنف في علاقاتهم مع الآخرين عند الاختلاف في وجهات النظر في الاختلافين في الآراء هل الألعاب الإلكترونية علاقة بالحفاظ على المال أو تضيعه طبعا وضي حجابتك نعم فالألعاب الإلكترونية قد تكون مكلفة غالية الثمن فتضيع المال وذلك حين يطلب من اللاعبين شراء لعبين هذه الألعاب شراء على عناصر داخل اللعبة أو من أجل اشتراكات الشهرية أو من أجل شراء مثلا هاتف جديد من شراء كل الأشياء التي تخص الألعاب الإلكترونية من يدفع فيها المال متى نستطيع أن نصف الطفل بأنه مدمن للألعاب الإلكترونية عندما تصبح ممارسة هذه الألعاب أهم ما في حياتي الطفل السؤال التاسع حدد النصائح التي يمكن بها الحفاظ على صحتنا الجسدية والعقلية ما هذه النصائح أولا تخصيص وقت لممارسة النشاط البدني خصص وقت بانتظام نمارس في النشاط البدني كذلك الحصول على قصة أو قدر ومقدار كاف من الراحة والنوم إدراك أن الوقت من أثمان وأغلاء الموارد التي نمتلكها استثمار الوقت بالذكاء وبشكل مفيد الموازنة بين اللعب والالتزامات الأخرى في حياتنا الألعاب الإلكترونية سلاح زوحدين يعني له مخاطر وليطبعا فوائد ما رأيك في هذه العبارة عبارة صحيحة فالألعاب الإلكترونية تكون مفيدة هذا أولا حين نعتدل ده معنى التوازن حين نعتدل في استخدامها ولا نتعلق بها بشدة اللي هو لو تعلقنا بها اللي هو الإدمان به وتكون ضارة يبه هذا أولا تكون مفيد ثانيا تكون غير مفيدة أو ضارة حين نفرط في استخدامها أو حين يعني نفرط اللي هو الاكثار منها نفرط في استخدامها ونجعلها الأهم في حياتنا ولا نلتفت لما علينا من المهام والواجبات كيف يمكن أن نتجنب إدمان الألعاب الإلكترونية بتخصيص وقت معين له خصص وقت الألعاب مش طول الوقت نلعب والاعتدال في استخدامها وكذلك الموازنة بينها وبين المهام الأخرى المطلوب مننا كالدراسة والعمل والعلاقات الاجتماعية المختلفة مع الناس اذكر مزايا أو مميزات وإيجابيات لم ترد بالدرس لممارسة الألعاب قلنا أن لها بعض الألعاب المميزات ولكن ما بعض المزايا الأخرى أنها تساعد الأطفال على التعلم الألعاب بتساعدهم على التعلم بسهولة وبساطة كذلك تحسين القدرات البصرية أيضا ولكن يعني بشروط محددة التشجيع على التفكير وإيجاد الحلول كذلك تنمية روح التعاون والعمل الجماعي لو طبعا اللعبة هذه يعني فيها تعاون مع الآخرين وعمل جماعي كذلك التدريب على التخطيط والتحليل تابع معي الفيديو التالي سوف نقوم بحل الأنشطة حل جميع الأنشطة والتدريبات هذه أنشطة الأضواء كذلك التطبيقات المتحررة وكذلك حل أسئلة اختبر نفسك على هذا الدرس أو على هذا النص المعلومتي الصحة البدنية والعقلية تابعه معي المرة القادمة بإذن الله في النهاية أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح اكتبوا لنا في التعليقات أرسلوا أراءكم كذلك لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع الآخرين شاركوا مع أصدقائك حتى يستفيدوا منه أيضا كذلك يعني إن كنت تشاهدنا لأول مرة فاشترك في القناة وكذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس حتى يصل إليكم كل جديد هناك أيضا قوائم التشغيل ادخل في قوائم التشغيل في القناة تجد يعني الكثير والكثير من الدروس في كل صف على حدة دروس منظمة في قائم التشغيل شكرا لكم جميعا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته